اشتركوا في القناة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم اللي راح نارضلكم بها أبرز ما تمتدوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام مواتفنا اللي راح تشوفوها في أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من الأرقام اللي راح تشوفوها في أسفل الشاشة للتواصل البرنامج عدكم طريقة الأولى هي بالاتصال للطريقة الأخرى إذا ما تأمن خطوياكم أن تتواصلوني عبر تطبيق الواتساب على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب اللي جوه الخضرة تقدرون تتواصلوني برسائل مكتوبة تمنى تكون الرسائل متبوعة بالاسم والمكون حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدينك كرام نبدي أول ملفاتنا اليوم مع انهيار الأمن وصطوة السلاح صطوة الميليشيات بالذات على المشهد الأمني بالعراق العراقيين دا يعانونه من سنوات من دعم الحكومات اللي تعاقبت لحكم هذا البلد والطبقة السياسية وياها إلى الميليشيات المسلحة على حساب مؤسسات الدولة وعلى حساب الأجهزة الأمنية هذا اللي فسر لكم استقواء هاي الميليشيات على أجهزة الدولة الرسمية عدم خضوعها إلى سلطتها حتى تكون هاي الميليشيات فوق القانون مثلا بغداد واستمرارا لمسلسل سطوة الميليشيات مصدر أمني قال لنا أو قال أنه يكون أحد أفراد الشرطة الاتحادية قتل وأصيب آخر بسبب مواجهة مسلحة نشبت بين الشرطة وبين ميليشيا العصائب بمدينة الصدر شرق العاصمة الحبيبة بغداد المصدر أضاف أنه مواجهات مسلحة وإطلاق نار صار ضمن القطاع 73 بمدينة الصدر بين آمر الفوج الأول العقيد نبيل عزيز ومجموعة من عناصر العصائب بأحدث مشاهد الانهيار الأمني فتعالوا نشوف اللي صاير بمدينة الصدر شنو ترجمة نانسي قنقر من أمر فوج وشرطة اتحادية وقوات أمنية وتابعين إلى وزارة الداخلية يتعاركونوا يميليشيا تدعي أنه هي من ضمن الحجر الشعبي اللي من المفترض أن يأتمر بأوامر القائد العام لقوات المسلحة المشكلة هنا تتحدث عن جهتين أمنيات واحدة رسمية وتقول لك أنا الحامية للشعب والثانية تدعي أنه هي حامية للشعب لكن الحال بالعراق مختلف تعرفون المثل اللي يقول حامية حرامية هذا المثل الدارج بين أوساط الشعب العراقي ينطبق فعلياً بنسبة 100% على المقطع اللي راح نشوفه هنا وزارة الداخلية أقرت أنه الشخص اللي حاول اغتطاف طالبات جامعيات بمحافظة بابل قبل أن يتم قتله هو منتسب لدى الأجهزة الأمنية وقالت الوزارة أنه عناصرها اشتب كتوية المتهم بعد ورود بلاغ إلها وقام بإطلاق النار باتجاه الشرطة قبل أن يشهر السلاح على صاحب عجلة مرة بالطريق اتقل عدد من الطالبات أجبر السائق على الترجل من السيارة وأخذ السيارة وقادها بنفسه في محاولة لخطف الطالبات وأسفر تبادل إطلاق النار بين المتهم المنتسب لأجهزة الأمنية ومفرزة من قوات الشرطة مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين دعونا نشوف هاي المشاهد الهوليوودية في شوارع الحلة تعال نشوف اشتركوا في القناة هي حادث خطف وتمت مطاردة الخاطف وباتجاه كلية الحلة وقام باستبدال سيارته بسيارة هذه الكيه الظهرة أمامكم بالفيديو وتمت ملاحقته وتم قتله وتحرير المخطوفات وأيضا كانت هناك مرور جنازة من أهالي بغداد أيضا أحد الأشخاص المتواجد بالجنازة تم إطلاق النار عليها شوائيا وفارق الحياة يعني منتسب بالأجهزة الأمنية أدى إلى خطف طالبات وترويعهم وحادث سير بعد ذلك تهديد سائق سيارة تحت السلاح وسرقة السيارة بعد ذلك حادث سير مروع أطلاق نار على مواطنين باس مالطالبات والله ذكرني فيلم أمريكي اسمه سبيد بس القصة معكوسة مجرم خلي قنبلة في باس والشرطة يركض وراء الباس حتى ينقذ الناس واشتهر الفيلم لبعض الحركات الهوليوودية اللي صارت بالفيلم احنا عدنا سبيد أبديت عدنا سبيد نكتف احنا عدنا الشرطة هم اللي يخطفون والناس يركضون وراء ترويع أمن وناس ينكتلون وناس ينصابون وحوادث سير والجنازة مخلصانة والطالبات مخلصانات هذا الحال اليوم اللي نشوفه احنا هذا حال العراق العراق الجديد في زمن من؟ في زمن حكومات الخدمات اللي يرأسها الله لا يوفقني مونة علقة تقول صرنا مثل الغرب كلها مافيات هاي كلها سبب التعاطي وقلة الأمن رب يحفظ العراق وشعبه من كل سوء وحسين العامري شرطة بابل شنو هالتصرف أكو واحد يشتبك وأكو مواطنين شنو هالعقلية المفروض تلاحقوه من يطلع منطقة فارغة واشتبك وياه شنو ذنب المدني ينقتل من وراء تصرف غير مهني ورائد السيجا يقول قلت أو انعدام الخبرة في الاشتباك هو أحد أسباب الرئيسية للضحايا المدنيين رائد الصائغ عفوا علي حلاق سابقا كنا نراها في المسلسلات التلفزيونية والأفلام البوليسية أما الآن شاهدناها على أرض الواقع في بلد العجائب والغراب نعم قانون الاشتباك مع أي مجرن في الشارع تبطل أي شيء في حال وجود مرة ومدنيين نعم من المفترض أن تلاحق الشرطة من مكان إلى مكان نعم من المفترض أن تكون هناك مطاردة والناس تعرف نعم من المفترض أنه أكو إعلان من قبل الشرطة أنه يا ناس وخروا أكو مجرم بالشارع أكو مختطف أكو طالبات مخطوفات هاي رقم واحد رقم اثنين من قوانين الاشتباك أنتو اشتباكتو يا مجرم حتى تتحررون مخطوفات من إيده بارك الله بكم لكن ليس من قوانين الاشتباك لمنتسبين الأمن في وزارة الداخلية أن يتسببون بسبب قلة الخبرة بمقتل مواطنين وإصابة آخرين رقم ثلاثة أريد أعرف القائد الفذ اللي وضع الخطة الأمنية والله على السابب لأريد أريد حفاة من هالتجناء نا نا حيني باك بكت حفاة والمواجهة أريد حفاة مرة واحدة نا وإياك جاء نحكي وإياك نا يعني كل أربعة ديش المواجهة وإذا روح نواجه نا أريد منها الله منكم العفو العام تمام شكرا شكرا إليش أم حمود أم حمود اتكلمت عن قضية المعتقلين الموجودين بداخل السجونة العراقية والمطالب الشعبية اليوم اللي هي مو وليدة اللحظة هي وليدة السابق وموجودة من زمان ومطالب مستمرة لأشهر من الحكومات اللي اتعاقبت لحكم البلد هي إقرار قانون العفو العام لإخراج خاصة الأبرياء من السجون العراقية خصوصا بعد الأخبار والأنباء اللي تأكد وجود بعض من يتبع الميليشيات أو بعض من يتبع الإطار لمحاولة تسويف القرار قرار العفو العام من البرلمان وعدم إقراره قبل تفريغه من محتوى وأن يفصل بطريقة معينة لإخراج من يريدونه هم وإبقاء المعتقلين داخل السجون العراقية شكرا شكرا إليش أم حمود ينخر الفساد وزارة الداخلية طبعا لما نطلع لك قبل شوية فيديو أنه منتسب مختطف طالبات وبسبب قتل الناس هذا فساد لكني راح نحكي عليه غير فساد بشكل واضح اليوم أكو فساد بكل مفاصل الدولة العراقية وما يقبل الشك بعد أن تحولت هاي الوزارة إلى بؤرة للفساد ينجم عنها اتهامات كيدية إضافة عن تورط محققين ومنتسبين بعمليات ابتزاز فرض إتاوات تأدي إلى عرقلة تحقيق العدالة لكون هذه الوزارة اتمثل سلطة تنفيذية لإنفاذ القانون وإحقاق الحق مشهد تأخير معاملة أو تحريك دعوة لهذا المجتكي أو ذاك المحامي صارت عادية لأنه إذا ما استلم المحقق أو القاضي أو الشرطي رشوة مالية من المحامي أو المجتكي هاي صارت من الأمور المستغربة أن تشوف معاملتك تمشي من دون أن تتخذ الحكومة أو وزارة الداخلية أي إجراء ضد المتورطين بعمليات الفساد عدنا محامية من بغداد اتحدثت بشكل واضح عن عمليات الفساد اللي تحدث داخل مراكز الشرطة وتفشي الرشاة وطالبت السلطات وعليا بالتدخل بشهادة مصورة إلها تم تداولها بشكل واثع اليوم خلونا نشوف كل شي مهم صار فترة يدحشي بي وقلت بك تصير أمل بالموضوع عساو لعله أنه يتعدلون كمحامية كل يعرفون أنني محامية وبعملي تعرفون الدعوة تبدي من المركز مركز الشرطة وهذا الحكي يخص البعض منه الكل من خلال تعامل وياهم الطب للضابط الضابط إذا ما تزرق ورقتين ثلاثة ما يمشي لك الدعوة يوقف يومين ثلاثة أربعة تخابره بوقت دواما ها أنا مموجود ها أنا عندي واجب وعلى مزاجة لازم نروح لها أنا واحدة من العالم أطب لي المركز باللي بسببهم على موض أنه أخابره من فلان وقت لفلان وقت أنا مموجود تجد بهو نايم يجي يوم دواما أنا مموجود إذا أنت تدناهم بين يوم ويوم والدعوة يمك أنا شو كنت أخلص دعوتيك وعيد وكرر ما يمشي إذا ما أنطي كنفلس فحاولت هواي أتغاضع عن الموضوع لكن كإعلامية بعيدا عن دور المحامة أنا من واجب أحارب هاي النماذج وياريت هاي المناشدة توصل للمعني اللي هو وزير الداخلية الضباط إراد لهم شغل وياريت التابعها يعني الموضوع زاد عن حده السؤال اللي يطرح نحن نعرف كل جزء أنه الجيش هو مؤسسة أمنية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الانتماءات السياسية حتى تكون مؤسسة محايدة شغلها الشاغل هو حماية البلد وكذلك وزارة الداخلية ومنتسبين وزارة الداخلية يجب أن يكونوا محايدين لإحقاق الحق مهما كان الحق صاحب الحق ومن أين تأخذ الحق لكن المشكلة اليوم بالعراء أنه أنت القضاء مسيس ووزارة الداخلية مسيسة ومنتسبين وزارة الداخلية مسيسين ومراكز الشرطة فيها فساد والقضاء بفساد ومراكز التحقيق والمحاققين بها فساد والسجون بها فساد والمواطن هو الشيء الوحيد الرخيص بهذه الحالة اللي حاول ويقول يا بآني أريد حل هو رايح بالرجلين والسبب هي هاي الأشكال اللي تكلمت عنها بهذا الفيديو المحامية لما نيجي محقق عند قضية ما ويحاول يتربح من هاي القضية وفي حال عدم التربح عند أساليب أخرى حتى يقدر يتربح من أدهة وبكميات أكبر من الأمال طبعاً وصل الحال بالعراق وبهواية من ضباط البلد اللي تابعين وزارة الداخلية أن يمتهنون كرامة الإنسان المشتكي يحملوا فوق طاقته حتى هي أسباب ترتبطوا فساد فساد مالي أكثر منها إداري ففي قضاء خانقين بدياله نقل شاب ركز لي بهاي آياتها الصورة شاب انصاب بحاد السير تمام مدير مركز شرطة خانقين بمحافظة دياله أصر أنه يجي الشاب إلى مركز الشرطة حتى يأخذ أقواله شون نقلو نقلو بفراش هو نايم علي بكرين الكرين اللي يشيلون بالسيارات سيارة شحن لأنه مدير المركز أصار أن يحضر شخصياً هاي كلها بمحاولة لتسويف القضية حتى يحقوا يعني حيلولها دون أن يقدم الشاب شكوى ضد ما نتسبب بإصابته اللي خلتها يرقد السرير تعالوا نسمع هذا الضابط ما شكونا إلا جابنا الولد بلكرين هذا هو قدامكم هذا هو جاين طوبة للمركز بلكرين بابط ما شكينا ما جاي خليه هاي قطعة ما المركز ما شوشة هاي قدام عينكم يعني طاريخ الإسلام كلها صايرة هذا حال هذا القانون بس على الفقير ما عندك واسطة يأقلوك هناك هم هو ما غلطان هم فوق غذبوا الغلط بيه هذا هو حالته شوف من يقبله هذا المركز ما لشرطة هاي قدامكم جاين طابل للمركز زين جبت المصاب بالكرين شوان راح تطببوا المدير المركز تشيلوا بالبطانية قالوا الله يساعدك أخويا عندك كرين بحياته أنه مريض ينقل بفراش بكرين المركز الشرطة لأن مدير مركز الشرطة ما يرضي شكي بينما بالمقابل بالمقابل أخي العزيز مدير مركز الشرطة باختياري في قضاء خانقين المعافظة ديالي لما يصير حاد السير وشخص ينصاب ويروح للمستشفى الشرطة تروح للمستشفى لما يصير حاد السير وواحد ينام بالفراش الشرطة تروح ليمه تعالي حكي لنا شون الموضوع بس أنا ما سامع أنه المريض ينقل للمركز الشرطة بالكرين والسؤال الأهم شون راح تطببوا الجوه لو راح يتفضل مدير مركز الشرطة باختياري متكرما يقوم من كرسية المصعون ومكتبه الفاضل ويطلع لنا من المكتب ويوقف يمن الكرين ياخذ أقواله وين عايشين وليش ويا عبدالأمير الشمري يا وزير الداخلية هذا الحشي مقبول مريض يجي بكرين أفرض أفرض لا سامح الله فلت الفراش من السيارة ووقع وراح بها هذا الولد منه يتحملها أنت لو مدير مركز الشرطة لو أبو الكرين والفاجعة منه راح ياكلها أهله أهلا اللي جايين يصورون يقولون نحنا جايين دا نشتكيب أبننا نصاب بس ماعرف اليوم كل شي مقلوبي بالبلد صاير صح فبما أنه شفنا فراش منقول بكرين باشر عقبة جوز نلقى ناس داي سبحون بتنكر ناس لما شافت هالفيديوهات علقت هيثم حميد يقول والله لو من يشاوي لو سياسي تابع الحزب كان مدير مركز بنفسه يجي للبيت لو أي الخزراجي ما كوهيش مهزلة واستخفاف بالمواطن يجيب معاقبة كل من كان بالمركز محمد العامر من هالمال حمل جمال الدفاع والداخلية لازم يسوون غربلة هاي زيان بس هيج عم المواطن اللي ماله ظهر وعرف بالدولة مسحوق على الأخير محمد غالب مراكز الشرطة في عموم البلاد بلوة إذا كنت شاكي أو مشتكي ما تخلص فهاي تعليق الناس على قضية امتهان الناس من قبل مراكز الشرطة والمنتسبين في مراكز الشرطة وقضية الرشا اللي تكلمت عنها المحامية في بداية الملف أحب أقول نقطة معينة إلى منتسبين وزارة الداخلية ومن يعمل في سلك الشرطة بالتعديد أخي العزيز أنت شخص في سلك الشرطة أو كان يسمى سابقا الشرطة أنت شخص الناس يتأمن بيك والناس حط أملها بيك والناس فرحانة ببدلتك أو بنطرونك النيلي وقميصك الأبيض تفرح لما تشوفك تأدي واجبك بصورة صحيحة لأنه أنت صمام الأمان بالنسبة إلى المواطن في بيته وفي الشارع وفي كل مكان من المفترض الشرطي هو ملاذ الأمان إلى كل مواطن إن كان فقير أو غني إن كان سيد أو لا إن كان مسؤول أو لا إن كان مدعوم أو لا إن كان موظف أو لا ومن المفترض أنك توقف ويولد بلدك قبل الجميع لأنك مسؤول عن أمانة أما تمتهن كرامة الناس وتأخذ رشاوي ممكن تقول لي شن القضية اللي تطلع من جوائدك وأنت تأخذ عليها رشوة يعني تخيلوا الشرطي تأتي قضية شخص قاتلة عشرين واحد وهذا عنده فلوس وجوي دفعه إلى المحقق مبلغ خيالي جداً وطلع براءة أنت خليت مجرم يمشي بالشارع بالمقابل يأتي شخص مسحوق ومدعوم مثل الشخص اللي شفناه قبل شوية واللي قباله همين عنده فلوس ونطاك فلوس وحملت الصوت وسجنته صار المذنب بريء والبريء مذنب فأي رسالة إلى رجالات الأمن بالعراق انحدر الواقع الصحي العراقي بشكل مخيف بعد الاحتلال أمريكي الغاشم لازمتها مجموعة من المشاكل معوقات صارت جزء من مشهد مثقل بالأزمات أهمال البنية التحتية للواقع الصحي هي من المشاكل الملحة وصارت هواية من المراكز الصحية مراكز آيلة للسقوط بسبب اهمال دوائر الصحة من قبل وزارة الصحة واهمال تطويرها اهمال تحديث المراكز الصحية اللي انبنت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بالبصرة يتهم الأهالي دائرة صحة المدينة باهمال واقع المستشفيات والمراكز الصحية فمثلا قضاء شط العرب انهار سور المركز الصحي في منطقة الجزيرة الثالثة التابعة لقضاء شط العرب بسبب الإهمال وغياب المتابعة تعالوا نشوف المركز يقال من الستينات مبني طبعا نارى بالقضاء شط العرب والذكر اجداد اجدادنا هذا مع الجين بي بس من كان غرفتين والله النوب خلال الفترات السابقة سووا بيه ثلاث غرف مدرى خمس غرف جوه بس البناية عائلة للسقوط امس بالمطرة مدرى او لمس وقع هذا السياد طاح كله انتهى كله طاح بالقاع يا اني هذا حد المواطني سلام عليكم حجيني شو الصحة يا مولي شو ان امورك هذا السياد يم توقع يا مولي بالمطر شقد صار لهذا يمكن قبل لا تصير انت واليومك هذا سووا بيه طابق سندويج بنال والنوبة شعلوا قالوا خطر زيان شنو مطالبات اللي أخذ نحتاج لها مركز يا انه شنو بالنص منتصف اليوبة جزيرة الرابعة باب الهواء الفيروزية يعني موقع 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 يعني اللي ما يندل اخوان اهل البصرة هذا في منطقة الجزيرة منطع برجسر خالد منطقة جزيرة السقر الثالثة يعني تقريبا يقتنون بهاي المنطقة بالثلاثمئة الف مواطن اذا مؤثر النزوح اللي صار بالعراضي الزراعية يعني وزارة الصحة بالحقيقة منذ سقوط النظام السابق لليوم شن اللي سويته بنيتوا مستشفى بنيتوا مركز صحي قل لهذا البناية مبنت بالتسعة وستين وانتهت بالسبعين يعني نقدر نقول زماء عبد الرحمن عارض بنوها بس انا عوفوا من الموضوع كله وعوفوا النسياج وقال عوف 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 هوية امور اكون اختار اركزت بيا قل له بلشوا يبنون بهذا المركز بنهاية التسعة وستين انتهى بالسبعين يعني اشهر شي طبيعي انه يطول البناء شهر شهرين عادي بس حجي انت تعرف انه اكو مستشفيات بالعراق صارها 13 سنة ما كملت واكو مدارس واكو مجمعات سكنية ومن ضمنها نيامكم بشطة العرب مجمعات سكنية واقفة من 2013 مدارس واقفة يفلشوها ويستفادوه من المكان اللي بيها بس يا خوف يفلشوها وتصير قاع نفس السياق تموا ناشطين من البصرة مدير عام صحة البصرة بالتغاضي وللسنة عاشرة على التوالي من اكمال الطابق الثالي لمركز الاورام وبوسط اكتظاظ الاسرة بالمرضى هاي الشهادة سمعناها قبل ورح نسمعها اليوم للناشط علاء التميمي من البصرة على هذا الموضوع ليش لانه هاي الشهادة هذا الفيديو اللي راح تشوفوه هو السبب باعتقال الناشط علاء التميمي بعد ان اشتكع عليها مدير صحة البصرة تعالوا يشوف تضر مدير عام صحة البصرة يتابعوا ياكم مركز الاورام اللي اسعته حاليا ستين سرير وبالتالي بيطابق ثلاثين سرير مكروض تعطبكم مرة وحدة وترك الموضوع انا ادري بيك يا مدير شركة نفط البصرة من اقلك اهلك وناسك جاي تموت بالسلطان وما عدهم مكان اخر ايامهم يأضون الجرعة انت ما راح تتصر وبالتالي المنافع النفطية رح نتبصريين اننا حق فيها وايضا باعتباره مدير عام صحة البصرة متهب العيادات الطبية وبالخصوص عياد تلفيها اشعة ومفراز ورنين ومتابعها وممتابع حياة الناس فارتقين احنا نجد تابع حياة اهلنا وناسنا فابق بمركز الاورام مثروف من زمن خلف عبدالصمت ومن سنة 2014 اوي داعش تغاية الان ما حتحرك ساكن مدير صحة البصرة لو سأل المحاضب وقال له اهلنا جاي يموتون ما اعتقد يقصر لو سألك يا مدير شركة نفط البصرة وقال لك احنا عدنا حاق يمك والسلطان بسبب التلوث البيئي شاصرة فتلة يا مدير شركة نفط البصرة المناشدة تحت انظار السادة النواب المتمثلين عن البصرة واخذ النائب على الحيدر رئيس جنة الغاز والنفط عم نتابع عم ثواب موتاك تابع عمنا هذا المنافع الاجتماعية عدنا طابق ومسقف وكامل حوزة بس تشم جهاز وتشم شرير والنبخة يبدو انو الاخ علاءة تميمي ربي فك ربته سبب الاشكال انو فضح مدير عام صحة البصرة لما قال انو عنده مركز صحي بمفراس ورانين فهاي اثارت حفيظته واشتكى عليه بسبب هذا الموقف وغير من المواقف اللي تتابع الفساد الحكومي خصوصا في وزارة الصحة قوة امنية مثل ما قلت لكم تابع لجهاز الامن تابع لجهاز الامن الوطني قامت باعتقال الاخ علاء التميمي بسبب الفيديو هذا اللي راح نشوفه وبسبب شكوة تقدم بها مدير صحة البصرة نسيت اسمها اعتذر منكم عباس تميمي بوسط دعوات جماهيرية للخروج بتظاهرة للمطالبة بالافراج عنه خلونا نشوف الناشطين شنو قالوا الناشطة بحسن الرماحي كان موقوف او استقدام على قضية قامها الاستاذ معنش ليان وتكفل من عدها اليوم اتفاجأنا بصدور عمر قبض مرة اخرى بحقه وحاله من المركز العشار الى الامن الوطني وحاليا الدعوة من الامن الوطني مقامة من قبل دارة صحة البصرة دارة صحة البصرة تتحمد بقمع الناشطين استاذ علي حقيت القبض او استخدام ابو حسن يعتبر استخدام لجميع الناشطين وكل من يريد التظاهر على دارة صحة البصرة فبالتالي رسالتي من امام دارة جهاز الامن الوطني اليوم حقيقة انهم كل احترام نعتبر انه هذا استخدام لجميع الناشطين فبالتالي مدير صحة البصرة انت عجلت بزوالك فبالتالي انطالب جميع الناشطين انه التهيئ للتظاهر يوم الاربعاء لرفض الفساد ورفض تكميم الافواق سؤالي الانطرح هنا على عباس التميمي مدير صحة البصرة قل لي بما انه الاخ هنا يقول انت التصرفك هذا عجل بزوالك هل راح تعتقلهم كلهم؟ والسؤال الاخر الامن الوطني شنو التهمة اللي اعتقل عليها الناشط على التميمي هل هو انه فضح الفساد؟ فنتمنى انه يفهمونا شنو التهمة الناشط اضافة الى ذلك شنو سبب الاعتقال وشنو القضية ماتة وليش؟ علي صبري المحمد يقول تكميم الافواق هو اضح وصريح اين حرية التعبير التي كافي لها الدستور العراقي ابو مصطفى النصراوي اشتغلوا عدل وكافي سرقات والناشطين يعفوكم ابو سجاد الحجي مطر بلك الفاسدين بهذه السرعة يتم اعتقالهم لهذا لان انسان شريف وصاحب حق ان شاء الله الفرج القريب وخالد السوداني ممنوع تنتقد اي شيء في عراق الفساد لاننا في حكم الاعزاب الفاسدة نعم نعم خالد جاب لكم ياها من الاخير ممنوع من عمباته ان تنتقد اي شيء يخص الفساد في عراق الفساد وهنانا ابو مصطفى النصراوي قالهم اشتغلوا عدل وكافي سرقات والناشطين يعفوكم نعم فعليا انه لو نشتغل صح لو مو احنا سياسين سياسين اللي موجودين بالبلد لو يشتغلون صح لو يقدون واجبهم بصورة صحيحة بناء خدمات رواتب تعينات تقاعد سلم رواتب يكفل العيش الكريم حصة تموينية صحيحة مشاريع ما تتلك مشاريع لما يبنوها ويسووها تكون طريقة البناء الصحيحة بحيث مو اشهر يوقع مثل جسر مشاتي القريعات اللي وارد شم اسبوع خلو له دعامات حديد مثل شوارع تبلطة تسموها العراقين شوارع شكرلمة لانه باصابعك تقدر تشلع التبليط فلو يشتغلون صح ويحاولون يبنون البلد ما يكون ناشط يطلع عليهم ولو هم يردون الصح ويشوفون ناشط طلع ويقول أكو فساد في مكان ما كان كلها وكفتوا يناشط لمحاربة الفساد لكن من يمتهن الفساد يدافع عن الفساد هذه قانون من انهيار الواقع الصحي بالبصرة إلى انهيار الواقع الخدمي بالقادسية المحافظة تشهد مشاريع صوارية تحت عنوان ويافطة الاعمار بعامل انجازات المزعوما مثل اللي وصفها رئيس حكومة الإطارة محمد الشعاء السوداني بداية السنة مثلا بها السياق تفاجأ مواطن بطريقة تبليط طريق فرعي بداخل محافظة القادسية تخيلوا انه انت دا تمشي بالشارع والطب الفرع تباوى على الفرع هذا الفرع اللي يمنى من بلط اللي يسرى من بلط هذا اللي صاير بالقادسية ليش لانه يقول لك كانت اكو سيارات واقفة ما قدروا يبلطون تعالوا شوفوا تعالوا دفاع المدني القديمة شاركوا شارفين يشتابليط يعني هذا التبليط اكوه يشتابليط با و هذا نفس الشارع شوف هذا السايد السيارات الوقفة بيوه هذا التبليط اكوه يشتابليط وين صايره تفضل يالله وين اكوه يشتابليط بالعالم اكوه يشتابليط تفضل هذا الشهر العام شو على طولة على طولة منها ناية الفرع ناية مطعم التعنيم خاطر هيا شوف شوف هيا المجال شارسات دي خاطر على التبليط قلوا لي ماكو سيارات شرطة بيها بوق اللي طابق هنان هو ابن المنطقة اغلب الظن هم اصحاب المنازل الذني ماكو شرطة يطب يقول يابا راح نبلط الشارع طلعوا سياراتكم زين ماقدرتوا باللييل تسدون الشارع بحيث تقولون يا با عدنا شغل بالشارع ممنوع سيارة تفوت لون انتظرتوا السيارات تطبق وجيتوا الصبح يا لكم هاي اكو سيارات طابقة جوة شون شنسوا ديالله بلط هذا النص وعوفل هذا زين وهذا شو كنتي تبلط زين من ثديتوا المنهولة والمجاري شو راح تفتحوها زين اخويا بلا زعمة القير لما ينحط بالشارع حار السيارات ما تقدر تدوس عليه الا تدوسها حادلة هم منها يبرد هم منها يقسه زين القير اللي مشمر يم التاييرات ماذا يسبب ضرر تاييرات المواطنين يالله يا منهم مهتم بالمواطن حتى يهتمون بتاييرات المواطنين نبقى بالقادسية مقطع ثاني يبني لكم عمل دوائر البلدية في المحافظة لتعبيد احد الطرق شو كده يبلطون الاخوان ويا المطر يعني تمطر الدنيا وما يبلطون مراعوا الضوابط الخاصة بالعمل ما انتظروا انه القاع الجيف بسط تساؤلات يا ترى الاسفلت اللي صبوا بهاي القاع بلطوه ورا ما ينتهون مع عمليات الاكساء شنو الجودة ماتة شنو المتانة شنو مصير الاموال اللي انصرفت عليه بظل هاي الظروف الجوية تعالوا نشوف اشتركوا في القناة جاي بلط هنا بهادا المطار واعي الطين اكس نوالا الناجد من احنا ام مثل الناجد من انا يقل هذا موطين اكسو يبلط على اواج ومو شغلة موطين خوية اصول التبليط هي ثلاثة اشياء اولا تحك وتجيب حادلة وتدوس الى تراب وراها تفرش مادة من الاسفلت السائل على التراب حتى تقضي على العزل بين التراب وبين التبليط وراها السبويس وهي المادة الاساسية للتبليط وراها القير وراها تجي الحادلات تدوس القير يلا يصي الشارع هي خمس اشياء زيان قل لي خوية بلا زحمة اذا هو مي وجبت الاسفلت السائل ودرته شو راح يلزم يعني انتوا فعليا هنانا دا تأسسون لمشروع طسات حديثة انتوا فعليا دا تقولوا لهم احنا راح نبلطلكم الشارع وراها تعالوا لعبوا بيش العوبة يا اديكم احمد جبارم هو سعطوان يقول هذا شغل كلاوات حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ووليد جلال هذا سوف لن يصمد وسيتلب بوقت قصير اذا كنتم لا تخافون العباد الا تخافون الله لماذا هذا العمل الذي لا فائدة منه اليس هذا هدر بالمال العام عماد الزياد هاي الشركات اصحابهم نفسهم اعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب فهذا الشي طبيعي بالنسبة الهم حرامي يسرق من حرامي ودريد الراوي يقول العمي كل شي شفنا بالعراق بس مال تبليط بالمطار والطين ترى هاي واطفة كلش حجز سامع حتى الغبي ما يسويها فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية فتخيل انت عندك مشاريع مصيبة بالعراق يا ما يبلطون نص شارع يا ما يبلطون لك بالمطار شنو رأيكم عبدالرزاق من باب الحياة كالله السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله تقوم خرجها يفتح محاضرات مجانية يا راية استفادوا من معتل هذا ظاهر المهندس الذي يشتغل هذا المشروع نعم كان افرار بذاك الزمن و جماعة الزمون المهنة والمنصب الظاهر هو هايش يا أستاذ أفل نعم يعني انت شوف كل المفاصل الدولة وقطاعات الدولة اليوم الفساد هو اللي مستشرب البلد يعني ما تدقى لك في المشروع هو اللي ناجح يعني أبسط شيء أضرب لك مثال يا أستاذ أفل يعني احنا الهاجس الأمني اللي هو احنا صراحة متأمنين بي خير لكنه اليوم الهاجس الأمني والمستقبل مالتنا كل محفوظ بالمخاطر لأنه احنا يعني حقيقة أستاذ أفل يعني عصابات تقتل يعني إنسان جاي يؤدي واجبة وهذا يعني مثل ما تقول جاي يخدم بلد جاي يخدم يعني يخدم المهنة مالته يجي واحد تافه ويكتله يعني إذن هذا أنا ذكر أستاذ أفل أكو دولة أمريكية ما يحضرني اسمها فشلت قبل يعني بالأخبار هذه أشوف العصابات تقتل يعني الناس المارة تقتل فأتعجب حقيقة اليوم يعني اليوم يعني اليوم إحنا ببلدنا واقعنا اللي جاي يعيشها ما كنت ظهر أي تعجوب ومن تفاجئ لأنه هذا واقع الحال يعني المؤسسات الأمنية هو مستشر بها الفساد أنت شفت على مواقع التواصل يعني ضابط برتبة عسكرية أنت من المؤسسة عسكرية شفت تصرف مالته يعني معيب هذا هذا معيب دولة معرف يا أستاذ أفل يعني متقصدين يسول للمؤسسة الأمنية يوزع جوائز ويتغزل يعني يا أخي هذا المفروض يعني يقولك من من أمن العقاب سأل هدف يعني دولة مفروض عقوبات رادية حتى على مود يعرف شنو هو يعني اليوم يمثل مؤسسة أمنية محترمة ما يوزع لجوائز ويتغزل هذا يا أخمو الظاهر أستاذ أفل والله العالم هم متقصدين يسول للمؤسسة العسكرية بالعراق والغرض الظاهر مدفوع من الخارج أستاذ أفل الإنساءات كل كل رمز نعم يعني سوى مؤسسة أمنية أو شخص رمز الإنسائلة حتى على مود يطلعون هذا البلد يعني بصورة قبيحة فتحياتي لك نعم عاشت لك أخوي عبدالرزاق شكرا شكرا جزيلا لك انتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية وراء الاحتلاء الأمريكي سنة ألف عامة للأثم تم تشييد عشرات الآلاف من المنازل السكنية من قبل الفقراء من الطوب والطين والصفية بأراضي تملكها الدولة وتفاقم الظروف الصعبة التي أفرزها الاحتلال من هذه الأزمة وتبعاتها أرقام حديثة أظهرت أعداد تجمعات عشوائية بالعراق العجز الواضح للحكومات المتعاقبة في حل ملف السكن ورسمة صورة سوداوية للبلد بظل ارتفاع عدد السكان وعجز السلطات عن بناء وعداء سكنية جديدة تخفف من أزمة السكن الأخذة بالاتساع وخصوصا المشاريع المتلكية بحسب وزارة التخطيط العاصمة بغداد تصدرت محافظات البلد بالعشوائيات وبلغ العدد بها ألف وثلاث وسبعين تجمع عشوائي من أصل أربعة آلاف تجمع بعموم العراق وظاهرة السكن عشوائي تتسع بمختلف المدين العراقية بسبب استمرار أزمة السكن غلاء أسعار المنازل والأراضي ويتأثر أيضا باستمرار تزايد عدد السكان البلد يبلغ به معدل نمو السكان تقريبا ثلاثة بالمئة سنويا الهجرة من القرى إلى المدن لأسباب أمنية واقتصادية وبئية هي أيضا واحدة من أسباب انتشار العشوائيات في البلد لهذا صلتنا قسم التواصل الاجتماعي على قضية العشوائيات وبعنوان عشوائيات تخزو مدن العراق بسبب استمرار أزمة السكن دعونا نشوفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والله عندنا مجمعات سكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس هم حايرين ببعض المجمعات بوابة بغداد دريملاند حتى يسحبون فلوس أما الفقير اللي ما من وراء فلوس ما يهتمون به أثارت حملة ملاحقة وترحيل اللاجئين السوريين من العراق بذريعة مخالفتهم شروط الإقامة وتسليمهم لنظام بشار الأسد مخاوفهم الناشطين ومنظمات معنية بمجال حقوق الإنسان بسبب المخاطر المترتبة على عمليات تسليم والانتهاكات المهددة لحياتهم كشفت الحملة اللي أطلقتها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني عن انتخاذهم بين ميليشيات الإطار التنسيقي ونظام الأسد في سوريا بعد استغلال الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الطرفين بالأيام القليلة الماضية تم احتجاز عناصر أمن حكوميين بالعراق لعدد من اللاجئين السوريين رحلوا بعضهم إلى دمشق وسحبوا أوراق ثبوتية من آخرين من بينهم نساء وأطفال لأجل ترحيلهم على صفحات تواصل الاجتماعي طالبوا اللاجئين السوريين الحكومة بغداد والشعب العراقي أن يوقفوا يهم أن يمنع حملة الترحيل اللي واجهوها مقابل هذا الشيء دعوا ناشطين عراقين الحكومة بغداد إلى إيقاف الحملة أكدوا أنه هي تجي بضوابط وضغوط سياسية خلونا نستعرسوا عدد من التغريدات على وسم لا لترحيل السوريين من العراق محمد المعروف نناشد الغيرة في قلوب أهلنا العراقين على ضرورة الانتفاض على حكومة الغدر والخيانة في المنطق الخضراء لأنها تستادف واحدة من أهم القيم الأخلاقية التي يمتاز بها الشعب العراقي وهي الغيرة والكرم مع الغريب فكيف إذا كان مع الأشقاء وهم أصلا أصحاب وقفتهم معنا وهنا أقصد الشعب السوري لهذا نريدها اليوم ثورة عارمة بوجه هذا النظام الولائي وإجباره على الانصياع لإرادة الشعب العراقي وإيقاف مهزلة ترحيل أهلنا السوريين من العراق عمر العبيدي لا لتسليم المجرم بشار ضيوفنا وإخوتنا السوريين أتمنى من الجميع مشاركة هذا الهاشتاغ لإنصافهم وعدم ترحيلهم إلى القاتل الإيراني كل بيت عراقي مفتوح للأخوة ولا أحب السوريين وكل لاجئ مظلوم وسنبقى سوراقيين رغم أنوف إيران وذيولها روز تقول لا لترحيل السوريين من العراق السوريين أهلنا وأحبابنا وعشنا عندهم وعاشوا عندنا دم واحد وقلب واحد على حكومة السوداني إيقاف النذالة التي تعلموها لترضو إيران وميليشيات الأسد ما شبعته من دمنا لساتكم وأبو آدم لا لتسليم المجرم بشار ضيوفنا أتمنى الجميع أن تشارك حتى لا نصير سبة بين الناس وانسلم اللاجئين السوريين ضيوفنا إلى الجلات لا لترحيل اللاجئين من العراق وكل بيت عراقي مفتوح للأخوة والأحبة السوريين وكل لاجئ مظلوم كانت هذه تغريدات الناس فيما يخص ترحيل الأخوة السوريين والأشقاء السوريين من العراق بالإكراه إلى دمشق والسؤال اللي ينطرح هنا ليش في السابق أنتو يا محمد الشياع السوداني وحكومتك وعلى رأسهم تشبيرك نور المالكي تشنتوا عايشين في سوريا لما تشنتوا تقولون أننا احنا مضطهدين احنا ملاحقين احنا ما عايشين احنا ما مرتاحين احنا مرأذايين وعشتوا في سوريا معززين مكرمين وبعضهم عاشوا في الأردن تيجي هسا ترد الصاع صاعين وترد الكرم لأم وتخلينا سبة مثل ما قال أحد المعلقين بحلق الناس أنه احنا نطرد ضيوفنا حفظوا الخبز والمي والملح نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الثلاثاء في أمان الله